نعم بداية نسمح لي أن نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في مواكب اليوم في عدد الإصابات حسب ما سمعت أنها عداد كبيرة تمت إصابتها بالسلاح الأبيض والسكاكين وطعنها في مناطق مختلفة أعتقد المواكب كان له معنى سامي ودلالة موضوعية وهو يستحق مبدأ التعايش السلمي في سودان أصبح مهدد للأمن الاجتماعي والسلام فبالتالي يحتاج إلى أن تخرج المواكب وتدعم الوحدة الوطنية وتدعم التعايش السلمي وما إلى ذلك لكن أعتقد في ظل الاحتقانات الكثيرة التي موجودة في سودان وحالة الاستقطاب السياسي الحاد كان من الخطأ استراتيجيا أن تدعو الحرية والتغيير لوحدها أو بشكل منفصل لمواكب اليوم كان من الأفضل أن تنسق مع لجان المقاومة وبقية القوى الأخرى وتخرج مواكب كما كانت تخرج في الأيام السابقة كانوا يشارك فيها الحرية والتغيير بفعالية في كل المواكب والمليونيات التي تخرج من غير أن تسمي المواكب بإسمها هي ففي ظل هكذا استقطاب حاد أعتقد هناك جهات كثيرة متربسة هل تعتقد أنه كان من الخطأ بمكان تسمية هذا المواكب بإسم الحرية والتغيير؟ نعم كان خطأ استراتيجيا حتى في دعم الفكرة التعايش السلمي أعتقد كان من الأجدى أن يكون المواكب بإسم السوار السودانيين بشكل عام السوار السوداني أفضل من أن يكون لجهة محددة فهناك تجارب ندوة بحري مثلا عندما عقدتها الحرية والتغيير تغيير أتى ملسمين أيضا يحملون البومبان وبعض الأشياء وتم إخلاء المنصة وما إلى ذلك